لم يحدث في تاريخ الحروب أن استخدمت المسيرات بالكثافة التي تشهدها المواجهة الروسية الأوكرانية في ليلة واحدة أسقطت الدفاعات الأوكرانية أكثر من أربعين مسيرة متفجرة فيما أصابت أخرى أهدافها وسعي كل طرف للسيطرة على السماء بهذا النوع من السلاح لا ينفك وكأنها حقبة جديدة من الحروب الحديثة باتت فيها هذه القطعة العسكرية الصغيرة رقما صعبا في معدلة المواجهة يقول قادة أوكرانيا أن موازين حرب المسيرات ستتغير على نحو جذري مع بداية العام الجديد ووفق وزير التحول الرقمي الأوكراني فإن كييف اشترت نحو 1400 طائرة بدون طيار معظمها للاستطلاع وهي تخطط الآن لتطوير نماذج جديدة من هذا السلاح باستطاعته مهاجمة المسيرات المتفجرة المعادية سعت أوكرانيا إلى دعم سخي جدا من الحليف الأمريكي بهذا النوع من الطائرات وبالفعل حصلت في أبريل الماضي على 120 مسيرة أمريكية من النسخة المطورة لطراز شبح العنقاء لكن لواشنطن السباقة في هذه الصناعة محاذير في دعمها العسكري للحليف الأوكراني فهي لا تريد كما تشدد لأي من أسلحتها أن يصل إلى العنق الروسي فيأخذ نحو صدام أوسع يشعل المواجهة المباشرة المؤجلة منذ ثلاثة عقود بين روسيا والغرب وما يهم الإدارة الأمريكية الآن هو منع إيران من تعزيز الترسانة الروسية بمزيد من الدرونز الإيرانية فتقارير استخباراتية تتحدث عن أن هناك برنامجا أمريكيا موسعا يهدف إلى تضييق قدرة طهران على تصنيع المسيرات الانتحارية مما يصعب على الروس تنفيذ هجمات باستخدامها في المقابل أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحكومته بتشكيل لجنة لتطوير وإنتاج أنظمة الطائرات بدون طيار ومكوناتها محليا والكريملين في ذلك يراهن على قدرة هذا السلاح في الإفلات من الدفاعات الأوكرانية أكثر من أي سلاح آخر